السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حلقة معا دايما تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن واحد من اثرياء مصر وامبراطور الاوتوبيس هنتكلم عن عبداللطيف ابورجيلا عبداللطيف ابورجيلا اتولد في ام درمان بالسودان عام 1906 جهل المصر هو تحديدا القاهرة واكمل تعليمه في المدرسة السعيدية السنوية بعد كده التحق بكلية التجارة ولما تخرج اشتغل في بنك مصر وكان بيعتبر نفسه تلميذ لطلعة عرب ابورجيلا برأس مال قيمته 34 جنيه دخل مجال الاستراد والتصدير واشترأ الى كتبة ومكتب وطوابع بريد وشغل معه موظف بمرتب ميزات شعان 5 جنيه في الشهر وبدأ مشروعه طبعا ينطلق طبعا ثروة ابورجيلا حسب رواية موقع الملك فاروق تمثلت في مواني في ايطاليا برضو متمثلة في كميات كبيرة من البضايع وللأسف كل شيء انتهى معاه في طبعا اثناء الحرب العالمية التانية ابورجيلا قضى سنوات كتيرة جدا في ايطاليا قبل ثورة يوليو 52 وتجوز من هناك من سيدة تنتمي لأسرة مصرية تدعى لندا اسمها لندا ويعني لم ينجبها وفي سنة 1949 عاد الى مصر واشترى قطعة ارض في وسط القاهرة بساحةها حوالي 6000 متر وبرضو اشترى مزرعة بمساحة حوالي 400 فدان في حي عين شمس وطبعا بعد شهور قليلة جدا من قيام ثورة يوليو عاد ابورجيلا الى ايطاليا لكن عبداللاطيف البغدادي استدعاه طبعا 13 مليون راكب دول كان من خلال شركة بتضم 4000 موظف وبنى ابورجيلا اكبر جراجين في مدينة القاهرة اول واحد اللي هو عند مدخل الابة على مساحة 13 فدان والتاني اللي هو بالقرب من نفق الجيزة اضافة الى جراج تالت يعني دوت كان في حي بلاء اشتراه من يعني صاحب امبراطورية توبيسات برضو عشان يضموا امبراطورية بتاع 56 واتبرع من ماله الخاص لبناء مقره في ميت عجبة عام 1958 سياسيا ابورجيلا لم يتردد في تقديم الدعم للجيش المصري بعد حرب فلسطين 48 وبرضو استجاب لطلب وزارة الحربية لتمويل اهدى صفقات السلاح مالية وبصراحة بادر الى وضع حافلات شركته تحت تصرف القوات المسلحة وتكفل بمسؤولية تموينها ودفع جور سائقيها اثناء عضوان السلاسي عام 56 رغم كل ده ابورجيلا من ضمن الاشخاص اللي عصفت بهم قرارات التأمين وبعد ما حصلت قرارات التأمين انتقل الى روما واشتغل فترة فيها وبعد كده يعني كان ما بين روما وما بين الخرطوم وابورجيلا رجع تاني مصر في منتصف السبعينات وعايش بقيت عمره يعني حزين على التجربة اللي هو كان عاملها في الخمسينات واللي هي يعني انتهت اه اتمنى تكون الحلقة عجبتكو وما ننساش الاشتراك في القناة ويعني اللايك الكومنت سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا